أعلن مدير منفذ الوديع البري مطلق الصيعري إغلاق المنفذ ابتداء من أولى ساعة يوم غد الثلاثاء مع استثناء حركة الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية وذلك تنفيذا لقرار الحكومة بشأن الإجراءات التنفيذية لمواجهة فيروس الكورونا ودعا الصيعري المسافرين إلى ضرورة التقيض بالتعليمات لتجنب تحمل عناء ومشقة السفر وأكد الصيعري استكمال جهود وزارة الصحة والسلطات المحلية في حضر موت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تسلل فيروس كورونا للبلاد مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات مجانية لقرابة 32 ألف مسافرا مؤكدا أن جميع نتائج الفحوصات سليمة ترجمة نانسي قنقر